أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بعد إثبات الخالق وإثبات أنه شيء ينتقل الكلام إلى باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف وهو باب أنه لا يعرف إلا به الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع في هذا الباب بعض روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المرتبطة بكيفية معرفة الله سبحانه وتعالى الحديث الأول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان هذا الحديث مع اختصار الفاضح يتضمن معاني كثيرة وعميقة يتضمن هذا الحديث كيفية معرفة الله وكيفية معرفة الرسول وكيفية معرفة الإمام أما كيفية معرفة الله فيقول اعرف الله بالله كما ذكرنا فيما مضى إن الإنسان له فطرة وله عقل فطرته تسوقه إلى الإذعان والاعتراف بالخالق وكما ينقل عن بعض العلماء في العلم الحديث أن مخ الإنسان مبرمج بطريقة يعتقد بالله سبحانه وتعالى وهذه العقيدة في طول التاريخ متلازمة مع الإنسان وفي الحقيقة هذه هي الفطرة كما أن عقل الإنسان يسوقه إلى الإذعان والاعتراف بوجود خالق وقد ذكرنا الأدلة العقلية فيما مضى بشكل مفصل هذا المقدار من المعرفة عن طريق الفطرة وعن طريق العقل كما أن الفطرة والعقل يدلان على أن الخالق هو الكمال المطلق وأنه لا نقص فيه بعد ذلك ننتقل إلى التفاصيل هذه التفاصيل في كثير من مفرداتها لا طريق للعقل إليها لأن العقل إنما يحكم على ما يعلم به أما ما لا يعلم به فالعقل لا يحكم أنت اسأل عقلك أن الاثنين أن الاثنين أكبر من الواحد أم لا يقول نعم لبداهة القاعدة العقلية أن الكل أعظم من الجزء لكن أنت اسأل العقل أنه مثلا أربعمية وسبعة وخمسين إذا ضربتها في ثلاثمائة وأربعين كم تكون النتيجة العقل يقول لك أنا لا علم لي لذا لا أحكم نعم إذا جئت بورقة وقلام ثم حسبت حسب المعادلة الرياضية أو أتيت بجهاز حاسبة وحسبت بعد ذلك وصلت إلى النتيجة حين ذاك العقل يحكم لأنه بدون العلم العقل يتوقف ويسكت وإذا شخص بدون علم حكم يذمه العقلاء أنه لماذا اتخذت أسلوبا مغايرا للأسلوب العقلي ولذلك العلم قرين للعقل وهناك روايات كثيرة تحث على العلم وتبين أن العقل كماله وارتفاعه وزيادته يكون عن طريق العلم فإذن العقل يدرك أن الخالق موجود وأنه متحلي بصفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقص لكن التفاصيل هذه التفاصيل التي ضل فيها الكثيرون هذه التفاصيل يجب أن تأخذ من الله سبحانه وتعالى لأنه لا طريق لنا إلى المعرفة بكونه ذات الله لأن الله غير محدود ونحن محدودون والمحدود لا يمكنه الإحاطة باللا محدود فلا يمكن للإنسان المحدود أن يعرف ذات الله سبحانه وتعالى كونه ذات الله فلذلك إذا نريد نتكلم حول ذات الله يجب أن نستقي العلم عن طريق الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لدطفه بالعباد أرسل رسل وأنزل كتب وجعل للرسل أوصياء فهؤلاء بينوا ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسله إذن فأنت في التفاصيل عندما تدخل يجب عليك أن تتخذ المنهج الصحيح كما ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أن لكل علم منهجا وعلم العقائد له منهج أصل العقيدة تدركها عن طريق فطرتك وعقلك لكن التفاصيل تأخذها عن طريق الوحي فلذلك يقول اعرف الله بالله يعني بالطريقة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى لكم ولذلك احنا عدنا نصوص كثيرة تنهى عن التفكر في ذات الله وتأمر في التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده حتى القرآن الكريم يأمرك بأن تتفكر في المخلوقات العظيمة لله سبحانه وتعالى والتفكر في هذه المخلوقات تسوقك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أما أن تأتي وتتفكر في ذات الله بدون أن تكون لك الأدوات للمعرفة بمنهجية خاطئة تظل هذا شيء أمر طبيعي الإنسان إذا لا يوجد له أدوات معرفة شيء أو إذا كانت توجد أدوات لكنه لم يتخذها وحاول المعرفة عن غير طريق هذا يظل لا يصل إلى النتيجة الصحيحة كما ذكرنا قسم الطبيعيات من الفلسفة الفلاسفة كانوا ناس عظماء من حيث التفكير ومن حيث المستوى العقلي لكنهم في الطبيعيات بدل أن يتخذوا أسلوب التجربة كان عندهم خطأ منهجي اتخذوا أسلوب التوغل العقلي المجرد ولذلك في الطبيعيات وصلوا إلى نتائج تسعين بالمئة منها خاطئة والعشرة بالمئة اللي هي صحيحة بالصدفة هم طلعت صحيحة أنتوا راجعوا إلى بحث طبيعيات منظومة السبزواري واقرأوا ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات تجدون البون الشاسع لا أن الرجل لم يكن عبقريا لا الفلاسفة كانوا عباقرة لكن الخطأ المنهجي أوقعهم في هذه الأخطاء الكثيرة تسعين بالمئة مما توصلوا إليه في الطبيعيات خطأ ونأتي إلى قسم آخر من الفلسفة الإلهيات بالمعنى الأخص يعني ما يرتبط بوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته أيضا هؤلاء العباقرة من حيث الفكر والعقل أخطأوا بحيث أن بعض الأخطاء مخرجة عن الملة وتوجب الكفر السبب شنو هو؟ السبب خطأ منهجي أنت هذه التفاصيل المرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تصل إليها عن طريق العقل هذه التفاصيل منهجيتها الأخذ عن الوحي يعني أن تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أوصياء الرسول الذين أخذوا من الرسول كما أنه بعقلك لا يمكنك أن تكتشف الاكتشافات التجربية في طبقات الأرض وطبقات السماء وخواص الأشياء وإنما هذا العقل يكون أداة للتجربة يعني التجربة والبحث في حقائق الأشياء البحث التجربي عقلك أداة لكن العقل لوحده لا يكفي كذلك في مسائل في المسائل المرتبطة بذات الله سبحانه وتعالى أنت تأخذ من الوحي التفاصيل وعقلك يسبب أن تفهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وبينه وما قاله الأئمة عليهم الصلاة والسلام وبينوه أما أن تترك الوحي وتتخذ أسلوب عقلي صرف هذا خطأ منهجي وهذا الخطأ المنهجي أوقع العباقرة من الفلاسفة في الخطأ في قضية هامة جدا يعني أنت في القضايا التجربية إذا أخطأت مثلا هذا خطأ لا أثر له وقد يكون أثره مثلا بعض الأضرار المادية أو عدم الاستفادة من الحقائق الموجودة في هذا الكون لكن الخطأ المنهجي في مسائل العقيدة قد يكون فاصل بين الإيمان والكفر بين الإيمان والضلال ولذا على الإنسان أن يلتفت إلى هذه النقطة وأن يتخذ من الآيات ببيان الرسول والأعمة لأنه أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم البعض يريدون أن يلغوا كلام الرسول وكلام الأعمة عليهم الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام يريدون يلغوه يقولون يكفي القرآن الجواب القرآن هو يصرح بأنه ما آتاكم الرسول فخذوه هو القرآن يصرح وآخر متشابهات إلى أن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نفس القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبناء على ذلك الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قرناء للقرآن ولذا الرسول في وصيته ماذا يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ويقول أيضا في حديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض لا افتراق بينهما فإذن اعرفوا الله بالله لا تأخذ لا من هنا ولا من هنا وإذا راجعت القرآن التفت أن القرآن هو يصرح فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآن كثير من المسلمين وقعوا في ضلال لماذا؟ لأنه تصور المتشابه محكما فتمسك بذلك المتشابه فضل وترك المحكم فضل مثلا الآية تقول وجوه يومئذ ناضره يعني عليها نظرة النعيم وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناضره هذه آية متشابهة المراد إلى رحمة ربها منتظره تنتظر رحمة الله هذه آية متشابهة يتمسك بهذه الآية المتشابهة ويقول أن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة للمؤمنين مع أن هذه آية متشابهة والآيات المحكمة هي التي تكون المرجع في فهم هذه الآية المتشابهة الآية المحكمة ليس كمثله شيء الأشياء ترى والله لا يرى الآية المحكمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هذه آيات محكمة يترك الآيات المحكمة ويؤولها ويتمسك بآية متشابهة زعما منه بأنها آية محكمة الآية تقول الرحمن على العرش استوى هذه آية متشابهة يراد منها أن الله سبحانه وتعالى مسيطر ومهيمن على الكون لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش كجلوس الملوك على عروشهم كلا ولذلك يقعون في تناقض عندما يجدون بعض المرويات عندهم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليالي الجمعة مثلاً أو في ليالي أخرى إلى السماء الدنيا طبعاً النزول بالمعنى المجازي صحيح يعني الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته هذا معنى صحيح لكن يتمسكون بظاهر اللفظ أن الله ينزل زين هنا يتورط إذا الله ينزل إلى السماء الدنيا والعرش فوق السماء السابعة فكيف هو استوى وجالس على العرش مع وجوده في السماء الدنيا هنا يقعون في تناقض أنه هو في السماء الدنيا موجود ولكن في الوقت نفسه جالس على العرش وهل هذا إلا تناقض إضافة إلى مجموعة إشكالات أخرى أنه يستلزم التجسيم ويستلزم إحاطة المخلوق بالخالق لأن السماء الدنيا مخلوقة فإذا كان الله فيها فمعنى ذلك أن السماء أحاطت به فالمخلوق أحاط بالخالق المخلوق صار أكبر من الخالق وسائر التوالي الفاسدة لهذه العقيدة المشكلة شنو هي؟ المشكلة أن الرحمن على العرش استوى هذه آية متشابهة والاستواء له معان مختلفة سيأتي عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام روايات متعددة في شرح معنى الاستواء وأن المراد سيطرة الله وهيمنته وليس المراد الجلوس على الكرسي كما نجلس نحن على الكراسي فإذن اعرف الله بالله هذا المقطع الأول من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي ينقله الإمام الصادق المقطع الثاني والرسول بالرسالة أنت اعرف الرسول ولكن كيف بمعرفة الرسالة اعرف ما معنى الرسالة تعرف الرسول ما هي الرسالة؟ احنا عدنا إذا أرسلنا رسولا في المثل يقول يعرف عقل المرسل بالرسول يعني إذا شخص حكيم أراد أن يرسل شخصا يرسل شخص مناسب مو شخص غير مناسب فإذا أرسل شخصا غير مناسب تعلم أن المرسل أيضا فيه خلل وإذا أرسل شخصا مناسبا تعلم أن المرسل حكيم هذا في الناس فما قال لك بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل رجلا خليفة عنه في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة الله سبحانه وتعالى يريد أن يرسل رجلا للناس ليبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى الرسالة معناها أن الله على عظمته يختار رجلا لهذه المهمة فمعنى ذلك أن الرسالة أمر عظيم إذا أن تعرفت معنى الرسالة ذاك الوقت تعرف الرسول لكن إذا لم تعرف الرسالة معناها هؤلاء الذين ينسبون النقائص إلى الرسل وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء مشكلتهم أنهم لم يعرفوا معنى الرسالة مشكلتهم أنهم لم يعرفوا التوحيد مشكلتهم أنهم لم يعرفوا المرسل لذلك اعرفوا الرسول بالرسالة الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وليس بعاجس وحكيم ولطيف بعباده بار بهم هذا إذا يريد أن يرسل شخصا هذا الشخص مرسل من قبل الله فينبغي أن يكون في أقصى درجات الكمال التي يمكن أن يصل إليها إنسان لأنه هذا الرسول إذا كان فيه نقص لماذا هذا النقص فيه هل لأن الله عاجز عن أن يجعله كاملا بأقصى درجات الكمال البشري أو أن الله سبحانه وتعالى ليس بارا بعباده مو مهم عند أنه أي واحد كان رسول من قبله أو أنه ليس بحكيم تعالى الله عن ذلك أنت وأنا إذا نتمكن من فعل الأفضل ولم نفعل الأفضل هنا يسألون أنت كنت تتمكن من فعل الأفضل لماذا لم تفعل هذا الأفضل إذا أكو حكمة ما يخالف يعني مثلا واحد يختار بضاعة رديئة نقول له لماذا اخترت البضاعة الرديئة يقول له أنه ليس ليه مال ما يخالف ما عنده فلوس يشتري البضاعة الجيدة اشتري البضاعة الرديئة لا بأس هذا عاجز عن شراء البضاعة الجيدة مرة يقول لم أشتري البضاعة الجيدة وإنما اشتريت البضاعة الرديئة زهدا أو مراعاة للجوار والناس والمدينة اللي أنا يعيش فيها هؤلاء فقراء فأنا أريد أن أواسيهم لا بأس هذا أيضا عمل بحكمة ولكن واحد بدون أي جهة يختار البضاعة الرديئة يذم لماذا اخترت البضاعة الرديئة عندك فلوس وماكو أي محذور وكان من الحكمة اختيار البضاعة الجيدة لماذا اخترت البضاعة الرديئة هسا نجي إلى بحثنا الله سبحانه وتعالى إذا اختار رجلا ناقصا من جهة من الجهات إلى رسالته هذا إما الدليل على العجز يعني ما كان يتمكن من خلقه إنسان كامل وتعالى الله عن ذلك الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فإذن اختيار الفرد الناقص هذا إذا كان عن عجز فالله سبحانه وتعالى ليس بعاجز هل هناك من الحكمة أنت تختار شخص لهداية الناس أسمى شيء في هذا الكون هداية الناس تريد تختار شخص لهداية الناس هل تختار شخص فيه ناقص مع أنه تتمكن من اختيار شخص في منتهى وفي قمة الكمال البشري هذا مخلاف الحكمة إذا اخترت فرد ناقص فالحكمة تقتضي أن تختار الشخص الكامل والله سبحانه وتعالى في رسله هكذا اختار ناس اصطفاهم خلقهم مبرئين من كل عيب متحلين بجميع صفات الكمال البشري وأرسلهم لأسمى غرض وهو هداية الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لغرض الخلقة وهي العبادة التي تكون طريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى غرضه من خلق الناس العبادة التي ستجعلهم قابلين لرحمته تعالى لأجل هذه المهمة التي كانت الغرض من خلق السماوات والأرض يختار رجل ناقص هذا خلاف الحكمة أو دليل على العاجز والله سبحانه وتعالى متعالي عن كليهما لا هو عاجز ولا هو غير حكيم بل هو القادر الحكيم فلذلك إذا أنت عرفت معنى الرسالة ذاك الوقت راح تعرف الرسول والذين ينسبون النقاص للأنبياء هذا لمشكلتهم في التوحيد مشكلتهم في معرفة الله سبحانه وتعالى هذا الذي يأتي ويقول بأنه الرسول يمكن أن يرتكب المعاصي والعياذ بالله هذا الإنسان توحيده فيه إشكال هذا ما عارف الله سبحانه وتعالى كأنه يتصور أن الله عاجز أو غير حكيم لذا اختار شخص عاصي فلذلك الأنبياء في قمة الكمال البشري وأما ما ورد من الآيات أو ورد في الروايات المعتبرة من نسبة ذنوب أو معاصي إلى الأنبياء فهذه من الآيات المتشابهة والذين تركوا الرسول وتركوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هؤلاء يتصورون أن هذه آيات محكمة فيأخذون بظاهرها وعصى آدم ربه فغوى زين فآدم مع أنه نبي عاصي وهو ظال مثلا بعد ذلك الله غفر له ذنبه مثلا هذه آية متشابهة وهكذا الآيات الأخرى المرتبطة بما يتعلق بالأنبياء ونحن إن شاء الله في المستقبل بعد كتاب التوحيد إذا الله وفقنا وبدأنا بالبحث في كتاب الحجة سنتطرق إلى هذا الموضوع موضوع أسمة الأنبياء من الخطأ والسهوة والغلط والمعصية كبيرة وصغيرة بشكل مفصل ولكن الآن بشكل مختصر بمقدار ما يرتبط بهذا الحديث الشريف نذكر أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة وهذا ما اتفق عليه المسلمون أجمع عندما الرسول يقرأ القرآن لا يخطئ في ذلك عندما يبين حكم من أحكام الشرع لا يخطئ في ذلك ولو أن بعض منتحلي الإسلام يرون بعض الروايات أن الشيطان جاء وتكلم بلسان الرسول فالرسول والعياذ بالله أخطأ في قراءة آية قرآنية وقراء آية الغرانيق وما إلى ذلك فهذه من الروايات الإسرائيلية الباطلة التي وضعها أعداء الرسول من المنافقين للتنقيص من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنه في نفس الآيات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذه آيات في بداية سورة الناجم بعد ذلك يقولون أن الرسول أخطأ في تتمت تلك الآيات وأن الشيطان تكلم على لسانه وهذه روايات وضعها أعداء الرسول من بني أمية وعمثالهم من المنافقين للتنقيص من شخصية الرسول إذن ما نسب إلى الأنبياء هذه آيات متشابهة وينبغي علينا أن نعرف معناها بالرجوع إلى الراسخين في العلم وهم الرسول والأئمة فسروا ذلك بما لا يتنافى مع عصمتهم ومع جلالة قدرهم نذكر بين قوسين أمر أكو بحث في الأصول يذكر العبادات المكروهة يعني عندك عبادة هي مكروهة كيف يكون عبادة تكون مكروهة هذا كلام مفصل في الأصول يعني مثلا الصلاة في الحمام واحد يصلي في الحمام مع تمكنه من الصلاة في الدار أو في المسجد الصلاة في الحمام مكروه أو الصلاة في مواضع التهمة مكروه يعني أفرض في واحد يدخل في مخمر ويصلي هناك هذا الصلاة مكروهة فهنا بحث كيف يمكن أن تكون العبادة اللي هي واجبة الصلاة مثلا صلاة الصبح يصليها في الحمام هذه الصلاة تكون واجبة وفي الوقت نفسه تكون مكروهة هنا الأصوليون لحل هذه المشكلة يقولون ليس المراد بالكراهة هنا الحزازة والمنقصة وإنما المراد الأقلية من جهة الثواب يعني أنت إذا صليت في الدار هذه صلاة إلها ثواب هي صلاة واجبة ولها درجة من الثواب إذا نفس الصلاة صليت في الحمام هي صلاة واجبة نفرض مثلا صلاة الصبح لكن ثوابها يكون أقل مثال آخر الحائض يكره أن تقرأ أكثر من سبع آيات من القرآن وتشتد الكراهة إذا تلت أكثر من سبعين آية قراءة القرآن مستحب لكن هذه إذا قرأت أكثر من سبعة ثواب القراءة يكون قليل وإذا تجاوزت القراءة سبعين آية الثواب يكون أقل وليس بمعنى الحزازة والمنقصة فإذا إذا واحد إجاء صلى صلاة الصبح أو الظهر في الحمام هذه صلاة واجبة وفيها ثواب لكن ثوابها قليل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هؤلاء أفعالهم كلها ليس فيها حرام إطلاقا لا صغير ولا كبير وليس في أعمالهم حتى المكروه المكروهات لا يعملون بهم إطلاقا وإنما أعمالهم دائرة بين الواجب والمستحب أو المباح المطلق ويمكن إدراج المباح المطلق في المستحب لك بحث آخر فيه فعمله إما واجب أو مستحب أو مباح مطلق زين إذا هذا النبي كان يمكنه أن يعمل مستحب الأكثر ثوابا إذا عمل بالمستحب الأقل ثوابا هنا يعبر عنه بترك الأولى كان الأفضل لك أن تختار الأكثر ثوابا لا الأقل ثوابا مع أن عملك باختيار الأقل ثوابا أيضا صحيح هو واجب هو مستحب لكن الأفضل كان أن تختار الأكثر مثلا افرض أنه هناك تبرعات لبناء مسجد إذا واحد ثري يتمكن من التبرع بمليون بدون أن يتأثر إذا هذا إجاء تبرع بألف هل عمله قبيح؟ لا ما كان واجب علي أن يدفع مبلغ من المال فهذا العمل مشاركة في عمل الخير دفع ألف لا بأس بذلك فالعمل جيد لكن يقال له كان الأولى بك باعتبار أنك ثري وتملك ثروة أن تدفع الأكثر لماذا دفعت الأقل؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعمالهم واجبة مستحبة أو مباح بالمعنى المطلق إذا اختار المستحب الأقل ثوابا مع تمكنه من اختيار المستحب الأكثر ثوابا أو إذا اختار المباح المطلق مع تمكنه من اختيار المستحب الأكثر ثوابا هنا يأتي السؤال لماذا فعلت كذا؟ هذا ترك الأولى وترك الأولى ليس بمعنى فعل المكروه أو فعل ما يخالف الشأن كما يتصوره البعض أو الكثيرون آدم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ذكر له أنه إذا أنت أكلت من هذه الشجرة نتيجة أكلك من هذه الشجرة أن يهبطك الله إلى الأرض ما كان أكل الشجرة على آدم حرام ولا حتى مكروه وإنما كان عملا مباحا ولكن الله أرشده عندما قال ولا تقرب هذه الشجرة هذا كان أمر إرشادي يعني إذا أكلت من هذه الشجرة إلها نتيجة النتيجة هي الخروج من الجنة والإحباط إلى الأرض فأكل آدم من تلك الشجرة ما كان حرام ولا مكروه بل كان مباح لكن كان الأولى له أن لا يأكل من تلك الشجرة فحيث أنه أكل من تلك الشجرة الله سبحانه وتعالى رتب الأثر الوضعي وهو إخراج من الجنة أو يونس عليه الصلاة والسلام حينما خرج مغاضبا وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه بمعنى لن نضيق عليه وليس بمعنى القدرة لأن النبي يعتقد بالله ويعرف الله ويعرف أن الله لا يعجزه شيء فظن أن لن نقدر عليه هذا من باب ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه خروج يونس من تلك المدينة بعد أن رأى أن العذاب ارتفع كان عمل مباح لكن كان الأولى أن يأتي إلى المدينة ويرى أن أهلها قد تابوا فيواصل هدايتهم لكنه خرج فهذا العمل ترك الأولى كان ما كان حرام ولا مكروح عمل مباح كان ولا بعث بذلك العمل لكن العمل الآخر كان هو الأفضل فلذلك لماذا اخترت أنت العمل المباح مع أنك كنت تتمكن من اختيار العمل الأفضل فلذلك الله سبحانه وتعالى يضيق عليه لأجل أن مقامه السامي يستدعي أنه حتى الابتعاد عن المباحات وحتى الابتعاد عن المستحبات الأقل ثوابا ويقتضي من أن يختار الواجبات الأكثر ثوابا لا الواجبات الأقل ثوابا فإذن هذا الكلام حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرنا أنه يأتي في باب الحجة مفصلا ولكن أردنا أن نشير إليه إشارة فإذا أنت تعرف معنى الرسالة وأن المرسل هو الله سبحانه وتعالى فحينئذ تعرف الرسول تعرف إذا أكو روايات تريد تنقص من شأن الأنبياء هذه أكاذيب إذا تراجع التوراة وترى أنه نسبت الفاحشة إلى لوط على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ونسب كذا إلى سليمان ونسب كذا إلى داود من الأكاذيب تعلم أنها أكاذيب عندما تعرف معنى الرسالة لا يمكن أن يكون هذا رسولا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم إن الله اصطفى الله اختار موفد إنسان عادي قد الله يجي يختار شيء فيه نقص هذا عدم معرفة بالله سبحانه وتعالى إذا عرفت الله تعلم أن الله سبحانه وتعالى يصطفي الكامل الأكمل لأنه قادر حكيم وقل إنما أنا بشر مثلكم هذا مو معنى أنه ناقص لا مراد أن تركيبته أن تركيبته الجسدية تركيبة إنسان يعني الأنبياء تركيبتهم الجسدية تركيبة إنسان وليس معنى أنه في الفضائل مثل بقية الناس لا وكذلك فضلنا بعضكم على بعض أصلا نظام التفضيل في كل شيء موجود إنما أنا بشر مثلكم يعني أنا مو ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لأن هذا لازم تقتدون بي تتأسون بي فلازم يكون مثل تركيبته مثل تركيبتكم وإلا لا يمكن التأسي بملك اللي هذا الملك يسجد خمسة آلاف سنة لا يمكن لبشر أن يتأسى به ملك لا شهوة له ملك لا يأكل طعام لا يمكن التأسي به فإذن إنما أنا بشر مثلكم يعني إنما تركيبتي الجسدية مثلكم وليس بمعنى أنه في الفضاء الآن مثلكم لا إذن اعرف الرسول بالرسالة الشق الثالث والمقطع الثالث من الرواية وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان أنت كيف تعرف أن هذا إمام كيف تعرف أن هذا وصي من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من الطرق النص الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فالنص هو إحدى الطرق من الطرق الأخرى أن ترى سيرة هذا الإنسان ترى علم هذا الإنسان إذا واحد هو جاهل بالعدل وجاهل بالإحسان ولا يعرف من العدل والإحسان شيئا وفي سيرته العملية يظلم هذا يمكن أن يكون للأمر الله يقول أطيعوه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زين إذا هذا أولي الأمر الجاهل العاصي الذي ليس له علم إذا أمرنا بمعصية الله يقول أطيعوه وفي نفس الوقت الله يقول هاي معصية يعني الله يكون متناقض والعياذ بالله أطيعوه ولا تطيعوه الله قال الشيء الفلاني حرام وفي الوقت نفسه يقول أطيع من يأمر بذلك الشيء الحرام تناقض هذا فإذن عندما تعرف أن أولي الأمر الذي أمر الله بطاعته هذا يجب أن يكون إنسان عالم بالعدل والإحسان مجاهل به ويطبق هذا العدل والإحسان في سيرته في عمله في أسلوبه إذا هو حاكم على المحكومين إذا هو مو حاكم في مجتمعه في أسرته في أهله إذا عرفت حين ذاك إذا عرفت معنى العادل والإحسان ذاك الوقت تعرف أولي الأمر ونحن إذا لاحظنا سيرة حكام الجور من بني أمية وبني العباس ومن قبلهم ومن بعدهم حين نرى أن الجهل مستشري بهم هذا ما يعرف العادل شنو هو ما يعرف الإحسان شنو هو كثير من المسائل لا يعرفه وعملا يظلم يخطئ كثيرا يجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا هذا لا يمكن أن يكون أولي الأمر من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم وعندما تراجع سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تجد أنهم كانوا أعلى من ناس حتى العامة يقرون أن علي بن أبي طالب هو أقضى الصحابة كان في مسلم في كتابة يروي عن عمر بن الخطاب أنه قال أقضانا علي وطبعا الذي أعرف بالقضاء هو الأعلم لماذا؟ لأن القضاء يرتبط بكل المسائل بكل الفقه بكل أعمال الناس فإذا واحد لا يعرف المسائل كيف يكون قاضيا بالحق وينبغي أن يكون عالما بالمسائل مطبقا لذلك العلم فأقضانا علي معناه أنه أعلمنا بس هذا قطع النظر عن الروايات المتواترة اللي هم هم يرووها في أن أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام كان أعلم الصحابة زياد عالم بالعادل عالم بالإحسان ومطبق لذلك العادل والإحسان وتعرف أنه هذا هو للأمر الذي أمر الله بطاعته وبقية الأمم عليهم الصلاة والسلام وإن لم يحكموا حكومة ظاهرية سلطة ظاهرية ولكن عندما تلاحظ صيرتهم تجدهم عالمين بالعدل والإحسان ومطبقين لذلك العدل والإحسان فتعرف أنه هذا إمام لسه هذا قطع النظر عن النص من رسول الله صلى الله عليه وآله بالخصوص وبالعموم لهم فإذا وأولي الأمر يعني وأعرفوا أولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان يعني الأمر بالعدل والإحسان والفرق بين العدل والإحسان أن الإحسان زيادة على العدل ولذلك الإحسان هو مستحب ولكن مطلوب ولذا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان البعض قالين يأمر بالعدل أمرا وجوبيا وبالإحسان أمرا استحبابيا وديجي كلام استعمال اللفظ في أكثر من معنى والبعض يقول إن المراد بالأمر هنا هو مطلق الطلب مصداقه في العدل الوجوب ومصداقه في الإحسان الاستحباب والبعض الآخر يرى أنه العدل واجب والإحسان أيضا واجب ولكن واجب في الجملة وهذا تفصيل مذكور في بعض الكتب الفقهية فإذن اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمعرفة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعالي الطيبين الطاهرين موسيقى